فحفل إفطار الأسرة المصرية سيد الرئيس ووجه باستمرار دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لاستكمال خطة الحماية للفئات الأولى بالرعاية لحد نهاية العام الجاي كان فيه استجابة سريعة من موسيل المجتمع المدني اللي أشاده بدعم الرئيس السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي خلينا نشوف التقرير تكليف أجهزة مؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحمال الاجتماعية لعدد 9 ملايين أسرة مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري أنا حبيب أشكر سيد الرئيس على فتاح السيسي النهاردة على الدعوة الكريمة دعوة إفطار الأسرة المصرية انطلاقا طبعا من دعوة الرئيس أن عام 2022 يكون عام المجتمع المدني النهاردة في بعض القرارات والمبادرات بدأ يطلبها سيادة الرئيس ده هيؤدي إلى مزيد من العمل التنموي ومزيد من العمل المجتمعي في الدولة المصرية وبرضو في بعض القرارات أنا شايف أنها برضو السياسية والمجتمعية دي هتخلي أو هتودي البلد في حتة تانية خالص إن شاء الله احنا النهاردة مش بنتكلم عن مجموعة زي أي حد بنتكلم كلنا مع بعض كلنا دلوقتي سعداء جداً إن إحنا الدعم الكامل لفقرات الرئيس النهاردة والكلام اللي تقالي النهاردة ده بيدينا كل الدعم وكل المشاط وكل القوة إن إحنا توحد كلنا مع بعض في التحالف الوطني وبنحدد أهدافنا وبنعمل مع بعض التنظيم باشكف سيادة الرئيس كمان على القرارات العظيمة اللي خاص بيها التحالف النهاردة وتخصيص ليه ميزانية واهتمامه الشخصي بهذا الموضوع عمل عظيم وكل ده هينصاب لخدمة الفقراء ولخدمة المرضى المحتاجين ولخدمة الدولة كلها والمجتمع إن شاء الله لفتة جميلة جداً إن في الإفطار الأسر المصري يكون موسيلي الجماعيات موجودين في إشارة إن العمل الأهلي مداعم للعمل الحكومي وإحنا أطراف التنمية في مصر وأن يتم ذكر في خطاب السيد الرئيس الجمهورية أن يتم ذكر التحالف الوطني للجمعيات وأن يتم رصد ميزانية واهتمام خاص بهذا التحالف الوطني ده شيء عظيم جداً مصر يعني القطاع الأهلي في مصر كده بياخد خطة للأمام واعتراف كامل من الدولة بأهمية القطاع الأهلي في مصر وأهمية المجتمع المدني في مصر الحقيقة دايماً زي ما عودنا سيد الرئيس كل المبادرات بتكون اشتغلت على الأرض ونفزت قواعد بيانات سليمة من خلال الغرف المركزية الحياة الكريمة وده اللي ادينا النهاردة كمان سعادة كبيرة جداً كل ممسر المجتمع المدني أن فيه إشارة كبيرة جداً فيه الخطاب الأهم يمكن على المستوى الفترة اللي فاتت كلها أن التحالف بياخد ماكتر من سبعة ونص مليون مسجلين بقواعد بيانات لدى كل الجامعات الأهلية ده إشارة كبيرة جداً وكمان بتعزز من دور المجتمع المدني والقطاع الخاص أن يبدأوا يساعدوا بجانب دور الدولة بشكل أكتر شكر تاني لكل أعضاء حياة كريمة والغرفة المركزية وكل أعضاء التحالف اللي الحقيقة كان فيه تجانس من أول يوم وعلى مدار الشهرين اللي فاتوا قدرنا فعلاً يكون فيه نتائج ملموسة من قواعد بيانات موجودة داخل قواعد بيانات التحالف الوطن النهاردة حققنا حلم كان كلنا تقريباً كمجتمع أهلي بنحلم به أن يكون فيه تحالف بينا أن يكون فيه تعاون ومشترك بينا نقدر نقدم بيه كلنا المستحقين وده أعتقد أنه هو أحسن حاجة حصلت أن فخانط الرئيس النهاردة دشن التحالف بصورة رسمية نشكر في خانط الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطابه التاريخي الشام للجامع اللي يمكن تضمن عديد من النقاط المهمة يمكن فيه مقدمتها اللي يعلن بشكل رسمي دعم القيادة السياسية ودعم الحكومة المصرية للوليد الجديد وهو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دي إشارة قوية جداً وهتدي قوة دافع للمرحلة القادمة لهذا التحالف بدأ قوياً أيضاً دعوة فخانط الرئيس إلى تشكيل اللجنة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع وزارة الضوء التنموي مع المجلس قاوم الحكوم الإنسان لوضع إطلاق حوار مجتمعي حول إصماحات تشريعية لدعم العمل الأهلي خطاب السيد الرئيس بالنسبة لي كان خطاب تاريخي وخطاب صادق وخطاب شمولي وخطاب ممكن لكافة أطياف المجتمع وأنا في غاية الفخر يعني تم ذكر المجتمع المدني وتمكينه بهذه القوة من سيادة الرئيس وسعيد أن نحن في التحالف يعني بنراحي مؤسساتنا جانبة وبنحط إدينا في إيدين بعض النهاردة بخامط الرئيس ذكر حاجتين مهمين تركيزه على القطاع الصحي والعمل الأهلي المجتمعي وأن هذا في حد ذاته هو شراكة وتفاعل وتكامل ما بين أطياف المجتمع لخدمة المواطن المصري وأنه هو لتمكن الخدمة صحية وخدمة مجتمعية أفضل كان فخر سات الرئيس يعني أثنى في الكلمة بتاعته على حدين أساسياتين حياة كريمة والتحالف الوطني اللي عمل أهلي التنموي وكمان نعزز على ده ودعمه للمجتمع المدني وإزاي ممكن نطور كل التشريعات الخاصة به واللي بتخلي فيه معقوات تقبل المجتمع مدني فده فخر وبصراحة يعني فخر في زل قرارة كتير ظهرت كلها جميلة وحلوة في يوم إفتار الأسرة مصرية أعتقد جداً نهاردة بكلمة سيد رئيس في إفتار الأسرة المصرية عن التحالف الوطني اللي عمل الأهلي التنموي ودعمه كبير للتحالف التنقع على المجهود اللي تم في المرحلة اللي فادت بذات أن التحالف الحمد لله بدأ عمل الفعلي يمكن من منتصف شهر مارس الماضي قبل موسم رمضان وتم التنفيق على أعلى مستوى بين مؤسسات الأعضاء التحالف عشان العمل يخرج بشكل تشاركي والحقيقة الكلام اللي نهاردة سيد رئيس قاله يعتبر دفع كبيرة جداً دينا عشان نقدر نستمر وبالإضافة طبعاً لدعوته الكريمة للتحالف الوطني اللي عمل أهلي التنموي بالتعاون معوزات التضاون الاجتماعي ومجهز قام يكون الإنسان بذلك خوار مجتمعي للخروج بمقترحات إسلاحات تشريعية مرتقبة للقانون العمل الأهلي دي كمان دعوة كريمة جداً لخيار نصعداتي بشكر سيدة الرئيس على دعمه التام للمجتمع المدني السنادي وبشكر كل القائمين على التحالف الوطن للجامعات الأهلية لأنه ده كان حلم لنا كلنا أنه يتم توحيد الجامعات كلها مع بعض في دور واحد عشان نقدر نخدم أكبر عدد ممكن مفيش حاجة يا سمايا هنا يا هنا إحنا في كلنا مع بعض كجامعيات أهلية وكمؤسسات إحنا هدفنا واحد إحنا نيتنا واحد نيتنا نحن عايزين نساعد إخوتنا عائلتنا مش عايزين نساعد حد نحن يعني لا دول عائلتنا دول إخوتنا دي بلدنا